أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج ملفات من الغد العربي قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تركيا ربما تتعاون عسكريا لمساعدة بلادها في حربها ضد داعش وخلال استقبال نظيره التركي أحمد داود أغلو في بغداد قال العبادي أن تركيا أبدت استعدادا للانفتاح على كل الملفات العالقة بين البلدين مشيرا إلى أنه سيزور تركيا الشهر المقبل من جانبه اعتبر أغلو أن داعش يمثل تهديدا للعراق وتركيا هذا وقد توترت العلاقات بين بغداد وأنقرة في السنوات القليلة الماضية على خلفيات سياسية واقتصادية استقبال حافل في بغداد لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو في زيارة ينظر إليها على أنها بداية لحقبة جديدة في العلاقات بين بغداد وأنقرة أغلو أتى بغداد حاملا معه ملفات عديدة أبرزها بالتأكيد كان الملف الأمني حيث دار الحديث بينه وبين مضيفه رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي عن الدور التركي في محاربة الإرهاب وخاصة تنظيم داعش ورغم اتهام بعض الساسة في بغداد لأنقرة بتأجيج الصراع الطائفي إلا أن العبادي قال إن ضيفه أبدى استعدادا لتعاون قد يصل إلى حد المشاركة العسكرية في محاربة داعش السلام عليكم أكو اتفاق جوهري بأن يتم هناك تبادل معلومات وتعاون أمني كامل وحتى السيد الرئيس الوزراء التركي أرض أيضا تعاون عسكري في مواجهة الأراب في مواجهة داعش والذي اعتبر أن تهديد داعش ليس فقط للعراق والمنطقة بل هو تهديد إلى تركيا أيضا ونحن نرحب بهذا الموقف التركي لوقف مع العراق العلاقة بين بغداد وأنقرة وصلت إلى أسوأ مراحلها في السنوات الماضية لأسباب بعضها سياسي لبس في كثير من الأحيان رداء طائفيا والبعض الآخر منه اقتصادي يتعلق بقرار أنقرة تسهيل تصدير نفط إقليم كردستان بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية داعش يشكل تهديدا للعراق وتهديدا لتركيا وسنبدل كل ما بوسعنا من أجل محاربته ومحاربة الإرهاب زيارتنا هذه ستكون صفحة جديدة من العلاقة بين البلدين ومن إسطنبول أرحب بالسيد جابر الصيادي أهلا بك سيد جابر الكاتب والمحل السياسي طبعا سيد جابر بالفترة التي كان فيها المالكي فترة حكم المالكي كان هناك توتر للعلاقات العراقية التركية كيف ستنعك زيارة أغلوم إلى العراق على طبيعة العلاقات بين البلدين في الواقع الفترة التي عقبت ذهاب المالكي ومجيء بحكومة حيدر العبادي هذه الحكومة التوافق إقليمي وليس التوافق العراقي بالدرجة الأولى وتوافق دولي هذه الحكومة تحاول الآن أن تستجلب الدعم الدولي والإقليمي بالدرجة الأولى وبالذات من الجانب التركي الخلاف الذي نشب بين حكومة المالكي آنذاك وحكومة تركية هو موضوع نفط كردستان وسماح تركيا لكردستان بتصدير النفط عن طريق أراضيها هذه المشكلة الآن انحلت بين الأطراف العراقية بين الحكومة العراقية والأكراد والتركية الآن تحاول أن تتلعب دورا ما من أجل زيادة تصدير النفط يعني زيادة داود أغلو إلى العراقية بالدرجة الأولى اقتصادية أو الأحرى نفطية من أجل تبرام اتفاق بين الحكومة التركية والحكومة العراقية والأكراد من أجل تمرير النفط العراقي بشكل عام عن طريق الأراضي التركية لذلك سنشهد في الأيام المقبلة انفتاحا تركيا على العراق وانفتاح عراقيا على تركيا بما أن المرحلة الآن تتطلب ذلك يعني هناك مصالح اقتصادية في الدرجة الأولى ومصالح أمنية في الدرجة الثانية المصالح الاقتصادية كبيرة لأن تركيا هي المنفذ الوحيد للعراق إلى الأوروبا والبحر المتوسط لذلك الآن حكومة حدر العبادي وبعد اتفاقها مع الأكراد على الموضوع النفطي أو شبه اتفاق مع الأكراد على موضوع النفطي تحاول أن نفتح صفحة جديدة مع الأتراك من أجل دخول النفط إلى تركيا عن طريق تركيا إلى الأراضي أو العبور إلى أوروبا والبحر المتوسط وأيضاً زادة الصادرات العراقية وأيضاً الاستناد من تركيا سيد جابر من المفترض أن يتوجه أغلو إلى أربيل في المرحلة المقبلة من المتوقع غداً على ما يبدو أن يتوجه إلى أربيل هل سيعمل على توازن العلاقة بين المركز بين الحكومة العراقية والإقليم فيما يتعلق في مسألة استيراد النفط من إقليم كردستان هل من الممكن أن تقبل الحكومة العراقية بذلك أم ستقوم تركيا بتقديم تنزلات فيما يتعلق بهذا خاصة أن العراق رفضت بالسابق أن يتم أي تصدير من قبل إقليم كردستان للنفط العراقي إلى تركيا كما قلت في السابق بعد الذهاب حكومته المالكي والاتيام بحكومة حيدر العباد وحكومة التوافق أقليمي ودولي ومسألة التوافق العراقي هناك حل حل الأزمة التي نسبت بين الأكراد والحكومة المركزية في العراق حول الموضوع النفطي هناك بوادر انفتاح لهذا الحل وزيارة داود أغلو إلى العراق الآن زيارة لقائه برئيس الوزراء العراقي وغدا لقائه برئيس كردستان العراق مسعود البرازاني هي من أجل وضع الخطوط أعتقد خطوطا النهائية ونمسات النهائية لاتفاق شامل بين الحكومة المركزية والأكراد من جهة ومن الحكومة التركية من أجل تصدير النفط عبر الأراضي التركية إلى البحر المتوسط وإلى أوروبا لذلك زيارة داود أغلو إلى العراق الآن تأتي من أجل تتويج الانفراجة التي حدثت في العراق وأيضا لبحث الملف الأمني نحن تتكلم على موضوع النفط طبعا هذه زيارة تشكل أهمية كبيرة طيب زيارة أغلو إلى العراق هي ليست فقط لها أهداف اقتصادية هناك أيضا أهداف مشتركة ومنها القضاء على الإرهاب أردوغان بالأمس شعر بالإحباط لعدم استجابة الولايات المتحدة لشروط التركية للتدخل في الحرب ضد داعش وماذا يمكن لتركيا إذن أن تقدم للعراق في ظل هذا الإحباط وعدم تلبية شروطها من قبل الولايات المتحدة لتدخل في هذه الحرب الأمر الذي أكيد عليه هنا أن زيارة داود أغلو إلى العراق أعتقد هي اقتصادية ونفطية بالدرجة الأولى المرتبة الثانية هي موضوع مسألة الملف الأمني أو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والسورية أو في العراق بالتحديد داود أغلو قول أن يذهب إلى العراق صرح قال الموضوع الأمني في العراق مرتبط في الوضع الأمني في سوريا وهذا يعني أن تركيا لن تساهم عسكريا في محاربة الدولة الإسلامية في العراق أو في سوريا إلا ضمن استراتيجية كاملة متكاملة للإسقاط النظام السوري أو استراتيجية كاملة لحل الأزمة في سوريا لذلك داود أغنو أكد أنه يجب أن يوجد استراتيجية كاملة لمحارب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وهذا الأمر يجب أن ينطبق على العراق تركيا لا تستطيع أن تحارب دولة إسلامية في العراق وتتركها في سوريا مثلا وهي أيضا تنتقد استراتيجية الأمريكية لأنها تركز على منطقة ولا تركز على منطقة أخرى وتهد من تركيا أن تحارب في مكان وفي مكان آخر لذلك الملف الأمني أو المشاعدة التركية العسكرية المفترضة للعراق لن تتم إلا ضمن استراتيجية كاملة تشمل سوريا والعراق دعني أرحب بالسيد جاسم الموسوي الكاتب والمحلل السياسي معنا من بغداد أهلا بك سيد جاسم كيف برأيك ستنعكس هذه الزيارة زيارة داود أغلو إلى العراق على طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا خاصة أنها في الفترة الماضية خاصة في ظل حكم المالكي في العراق شهدت العديد من التوتر بين البلدين شكرا جزيلا ستنين قطعا هذه الزيارة هي أولا إعادة لترميم العلاقة العراقية التركية بعد أن شهدت أجواء خريفية كثيرة وبالتأكيد لها تأثيرات لأن الأتراك والعراقيون نحن نشعر أن الملف الأمني لا يمكن أن يحسن بالطريقة العسكرية والطريقة الأمنية لابد أن يكون هناك تعاون في مجالات كثيرة خصوصا للعراق وتركيا تداخل كبير جدا على الصعيد الاجتماعي والثقافي بالتأكيد ستنعكس تركيا لديها محطات استخباراتية قادرة على أن تتعاون مع العراق وتركيا أيضا تعتقد وتعرف أن العراق لا يمكن أن يكون كما قال ضيفك ضمن الاستراتيجية الشاملة هذه الاستراتيجية الشاملة هي أنا أعتقد إحدى المعطيات التي جاء منها التحالف الدولي والذي يريد أن يحسم الملف السوري ولكن لا يحسم على حساب العراق هذه الزيارة أنا أعتقد أخرجت العراق من المحاور يعني كان يتهم العراق سابقا أنه جزء من المحاور وصول وفود إلى السعودية ثم وصول رئيس وزراء تركيا إلى بغداد أنا أعتقد أخرجت العراق من موضوع المحاور أو أنه جزء داعم للنظام السوري العراق يأمل في هذه الزيارة حقيقة أن تلعب تركيا دورا كبيرا على المستوى السياسي الداخل العراقي خصوصا وتركيا لديها علاقات وثيقة مع أقطاب سياسية عراقية أظن هناك من هو مطلوب للعدالة في تركيا وبالتالي أنا أعتقد نعم وكيف ستكون طبيعة التعاون التركي العراقي فيما يتعلق من العديد من الملفات من المعلوم أن من أهم الملفات التي سيتم نقاشها هي مكافحة الإرهاب كيف أو ما هو الدور الذي تأمل الخصول عليه العراق من تركيا في ظل هذا الوضع الذي يعيش على صعيد الأمني ولمكافحة تنظيم داعش أنا أعتقد هذه الزيارة تصف في مصلحة الأتراك أكثر ما تصف في مصلحة العراق تركيا تعرفين متهمة أنها تتعاون مع تنظيمات داعش وبالتالي تريد أن تثبت بالدليل القاطع أنها تقف ضد داعش وهي مع محور الاستقرار في العراق هذه نقطة النقطة الأخرى تعرفين أن تركيا والعراق لديهم عامل مشترك مهم جدا هو الحقيقة الخطر الكردي سواء في الداخل التركي أو ما يتعلق بإقليم كردستان عندما تتشنج العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية فإن الإقليم يذهب إلى إعلان الاستقلال وهذا ما ترفضه تركيا لذلك أعتقد عوامل مهمة جدا وستراتيجية في العلاقة العراقية التركية وهي ضمانة متبادلة لأمن أنقرة وأمن بغداد وبالتالي تستطيع تركيا أن تقدم أولا تسهيل أو المساعدة في إقامة علاقات مستقرة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية مساعدة العراق في محطات استخباراتية تستطيع تركيا أن تتعاون مع العراق أن تمنع كثير من المتطرفين من الدخول إلى الراضي العراقية تستطيع أيضا أن تشكل حزاما أمنيا على حدود العراق تستطيع تركيا حقيقة أن تزيد من تعاونها الاقتصادي وبالتالي تتشابك المصالح الاقتصادية والثقافية تركيا بوابة العراق باتجاه الغرب كما السعودية بوابة العراق باتجاه العرب وبالتالي أعتقد من الضروري جدا النظر إلى هذه الزيارة هي لبنة ستراتيجية في علاقها لربما ستكون طويلة ومهمة وفاعلة أيضا الأتراك ليس من الصحيح أن يبتعدوا عن العراق في موضوع سوريا تعرفين كثير من الدول ابتعدت بأن تتحاور مع العراق بما يخص سوريا العراق لم يكن جزءا حقيقة من الأزمة في سوريا إنما كان عاملا أساسيا من أجل خلق حل سياسي وبالتالي أعتقد تركيا والعراق يستطيعان أن يلعبها دورا كبيرا خصوصا ولكن هناك اختلاف وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة في سوريا بين العراق وتركيا ليس كذلك؟ نعم لينة نعم أنا أتفق معك ستلينة في طريقة الحل العراق يفكر بطريقة سياسية يعتقد أن زيادة القوة العسكرية في إسقاط نظام ستزيد حقيقة من الدماء التي تسال في سوريا وأن نتائج وارتدادات ما يجري في سوريا سيكون على العراق الأتراك يعتقدون من الضروري أن يكون العمل العسكري ضد النظام السوري في نفس الوقت الذي يواجه فيه حقيقة المجتمع الدولي تنظيم داعش لذلك أنا أعتقد لربما يقترب العراق وسوريا العراق يتمتع أيضا بعلاقة طيبة مع النظام السوري يستطيع أن يؤثره بشكل كبير على إيجاد الحل السياسي في حين تركيا لديها تشنجات وتقاطعات مع الحكومة السورية أعتقد جامع المشتركات أو المتناقضات بين العراق وتركيا يستطيع أن يخلق بعض الحلول السياسية في المنطقة نعم طيب أعود مجددا لسيد جابر سيد جابر كيف يمكن لتركيا أن تقدم الدعم للعراق كيف سيكون طبيعة هذا الدعم هناك أنباء أنها ستقوم بتدريب أبناء الحرس الوطني هل هذا بالفعل وارد كما سبق وأن وعدت السابق بتدريب قوات الحرس الوطني نعم هذا صحيح تركيا الآن تحاول تساعدة العراق أو النازحين العراقيين الذين هربوا من أثناء سيطرة تنظيم الدولة على مناطق واسعة من محافظة الأنبار تركيا الآن تحاول وهي عرضت تدريب الحرس الوطني هذا الفيلق أو العبارة جهاز الأمن أو جهاز الجيش عرضت على الأمريكيين وعلى العراقيين لقيم تدريب هذا الجهاز وتسليحه بكأنها طرف سني الأنبار أو تلك إلى ذلك الجهاز سيضم أبناء المناطق السنية لذلك تركيا تحاول هي والتركمانية أيضا لنصى العامل التركماني جدا مهم لدى الأتراك لذلك الأتراك تحاولون سيطرة على هذا الجانب ومحاولة تدريبه لأن ذلك سيحاول إعادة التوازن إلى العراق يعني الآن الحكومة العراقية متهوة بأنها تدعم فقط الجانب المنشيات الشيعية في العراق لذلك تحاول تركيا أن تعيد التوازن إلى الساحة العراقية يعني هناك الأكراد وهنا دعني أشرك سيد جاسم ولكن سيد جاسم هل ستقوم تركيا بتقديم هذا الدعم للعراق في مكافحة تنظيم داعش من دون أن تقوم الولايات المتحدة بتلبية شروطها التي اشترطتها سابقاً ولازالت تشترطها مقابل أن يكون لها دور أكبر في محاربة تنظيم داعش يعني أولاً لا أعتقد دولة مثل تركيا يعني تعمل بطريقة المصالح الضيقة التي أشار إليها يضائفك الكريم تعرفين عندما تأخذ تركيا الجزء في التعاون وتدريب طائفة معينة على حساب ما تبقى من العراق فإنها ستخسر الجزء الأكبر وتركيا دولة براغماتية كما هناك دول كثيرة هي لديها حقيقة مصالح براغماتية أنا أعتقد الجزء العراقي قد ينفصل كثيراً عن استراتيجية الشاملة وهي إسقاط النظام السوري ومحاربة داعش باعتبار أن الارتدادات في العراق ستكون ارتدادات على تركيا تعرفين أن الورقة الكردية تحديداً مع تصاعد الدعم التركي إذا ما سلمنا أو عدم تعاون تركيا مع العراق في محاربة داعش سيكون له ارتدادات كبيرة خصوصاً كوباني وما شهدته الأوباع الأخيرة لذلك أنا أعتقد العقلنا السياسي في القرار السياسي التركي في الدوائر التركية ذهب إلى أبعد من ذلك هو الحل الشامل محاربة داعش تصفير الأزمات في العراق مساعدة القوى السياسية العراقية على أن تكون في مطبخ سياسي حقيقة مستقر بالتالي يمكن أن تكون الجبهة السورية جبهة منفردة منفصلة يمكن لها إيجاد حلول وخيارات متعددة ولكن أن تتعامل تركيا على بعد طائفي تركيا خسرت علاقتها مع العراق عندما اصطفت طائفياً اليوم ليس من مصلحة الأتراك أن يراهقوا أو أن يعيدوا كرة ما فعلوه في السابق ولذلك عليهم أن يتعاونوا مع كل العراقيين وأعتقد كل العراقيين يرحبون بالدور التركي يعني لا يوجد علامات استفاهم على تركيا طالما أنها فتحت أبوافها بشكل كبير تركيا تستطيع أن تؤثر على البيئة السنية بشكل إيجابي تستطيع أن تؤثر على البيئة الشيعية بشكل إيجابي تركيا يجب أن تنظر إلى العراق هو عراق واحد وليس عراق الطوائف والمكونات لأننا بذلك حقيقة سنذهب أيضا مرة أخرى إلى منطق المحاور وهذا لن يصل في مصلحة تركيا ولن تكون هناك حقيقة ثقة عالية أو تنشير للعلاقة بين العراق وتركيا على أساس أن تركيا تدعم السنة على حساب الشيعة طيب ما رأيك سيد جابر هل تركيا ستتنازل عن الشروط التي قدمتها بمجرد أنها عرضت للعراق بتقديم المساعدة وتدريب قوات الحرس الوطني هل ستقوم بالفعل بتقديم هذا المساعدة قبل تنفيذ أي شروط من قبل الولايات المتحدة شروطها لمشاركتها في الحرب على التنظيم رئيس الوزراء التركي قال قد نساعد عسكريا أو تدريب فصائل الحرس الوطني في العراق أعتقد أن ملف السوري مرتبط ارتباطا شاملا وستراتيجيا بالملف العراقي يمكن أن تساعد تركيا نعم بتدريب أفراد جهاز الحرس الوطني العراقي الجديد يمكن أن تقدم له دعما استخباراتيا دعما لوجستيا دعما إنسانيا وإغاثيا ولكن دعما عسكريا مباشرا تدخل تركيا عسكريا في مناطق في العراق أعتقد هذا الأمر مستحيل لعدة أسباب أولا لتأكيد على حاجتها استراتيجية شاملة للمحاربة تنظيم الدولة ثانيا دخول تركيا على الخط العمل العسكري في العراق يمر عبر أقليم شمال العراق أو كردستان وهذا أعتقد سيسبب حساسية لدى الأكراد وهذا ما سيعيق تدخل تركيا عسكرين في العراق إن أرادت أن تتدخل بشكل مفرد من جهلة العراق نعم سيد جاسم أعود إليك أغلو قال في تصريحات أن داعش والبككة هي تنظيمات إرهابية وخطرها يداهم العراق وتركيا ومن معلوم أن البككة بالنسبة لأربيل تعتبر تدافع عن الشعب الكردي كيف سيكون رد فعل أربيل على هذا الكلام يعني أولا إذا تعمقت العلاقة الستراتيجية بين العراق وتركيا أقصد هنا الحكومة الاتحادية أو المركزية مع أنقرة أنا أعتقد التأثير الكردي وردة الفعل الكردية سوف لن تكون مؤثرة بشكل كبير وقد تحدث تصدعات في البيت التركي خصوصا أن تركيا تتعامل مع الدولة العراقية هذه منظمات في نظر تركيا منظمات إرهابية ممكن الأكراد أن يتخذوا بعض التدابير لكنها لن تكون تلك التدابير المؤثرة كما كان خلافهم مع العراق أيضا موضوع التدخل العسكري التركي في مساعدة العراق العراق تعرفين رفض من المجتمع الدولي أن يكون هناك تدخل بري باعتبار طلبة فقط مساعدة جوية ولذلك تركيا قد تعمل دورا جديدا وهو المحطات الاستخبارية التعاون مع العراق ما يتعلق بالتنظيمات الكردية من حق تركيا أن تنظر إلى هذه التنظيمات تعتقد أنها تؤثر على الأمن القومي التركي والعراق سوف لن يعارض أما موضوع أربيل أنا أعتقد أن أربيل ستكون في الصف الثاني عندما تتحسن وتتجسر العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة أنقرة شكرا جزيلا لك سيد جاسم الموسوي الكاتب والمحل السياسي كان معنا مباشرة من بغداد والشكر موصول أيضا للسيد جابر السيادي من اسطنبول الكاتب والمحل السياسي شكرا لكما إذن ملفات متواصل من الغد العربي من لندن وتتابعون فيه بعض الفاصل الاتحاد الأوروبي يدعو طهران لاتخاذ قرار استراتيجي وسهل التواصل لاتفاق تاريخي بشأن برنامجها النووي أهلا بكم من جديد وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى فيينا للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات بين القوى العالمية الكبرى وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني وكان نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي قد قال إن التواصل لاتفاق نووي شامل مع إيران بحلول الموعد النهائي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري يبدو صعبا لكنه ليس مستحيل 12 عاما من النزاع بين إيران وكبرى دول العالم لم تكن كافية لحل الخلاف الدائري حول ملف إيران النووي لكن جولة المفاوضات الدائرة في فيينا حاليا قد تكون جولة الحسن والرابع والعشرون من الشهر الجاري قد يؤرخ لمرحلة جديدة في السياسة والعلاقات الدولية التصريحات بشأن المحادثات وإن تضاربت تتجه نحو تأكيد صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل تقلص إيران بمجبه أنشطتها النووية وتخضع مفاعلاتها للتفتيش الدولي لترفع عنها العقوبات في المقابل وزيراء الخارجية الأمريكي والفرنسي أكد من باريس قبل التوجه إلى فيينا أن العمل جار لمحاولة تقريب وجهات النظر ولكن نقاط الخلاف أساسية لا يستقيم اتفاق دون حلها ورغم ذلك نفى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إمكانية مناقشة تمديد المفاوضات إلى ما بعد الرابع والعشرين نحن متحدون في مجموعة 5 زائد واحد في تقديرنا حول ما هي القضايا وما الذي يجب فعله ونعتقد جميعا أنه إن كان هناك برنامج نووي سلمي فليس من الصعب إثبات ذلك من ناحية فنية نأمل تجسير تلك الفجوات والمضي إلى الأمام عن طريق العمل مع الخبراء وفرقنا لنرى إن كان بإمكاننا الاقتراب من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة إننا نتقدم بحذر ونعمل بجد للتوصل إلى اتفاق هذا هو موقفنا الآن ولن نتفاوض في العلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال إن حل نقاط الخلاف يتوقف على مدى تجاوب الإيرانيين طبعا صلب الاتفاق هو نعم للطاقة النووية الموجهة لأغراض سلمية لكن لنكون واضحين لا لقنبلة نووية لأن عواقبها خطيرة على سلامة وأمن العالم إذن النقاش مفتوح منذ مدة حول هذا الملف لكن لا تزال هناك نقاط خلاف أساسية ونأمل أن يتم حلها لكن هذا يتوقف على موقف الإيرانيين كبير المفاوضين الإيرانيين علي أكبر صالحي استبعد من جهته إجراء تحويل لمفاعل أراك نووي الذي يمكن استخدامه لتصنيع قنبلة درية وهو ما تخشاه الدول الكبرى وما يزيد المفاوضات تعقيدا حول هذا الموضوع أرحب من واشنطن بأدكتور نبيل ميخائل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن وأيضا أرحب بضيفي بالستوديو الكاتب المتخصص بالشأن الإيراني سيد نجاح محمد علي أبدأ من واشنطن دكتور نبيل هناك تصريحات متضاربة من قبل المسؤولين الغربيين في الوقت التي يتحدث كيري عن أن احتمال أو بحث تمديد مدة زمنية للمفاوضات مع إيران في البرنامج النووي الإيراني هو غير وارد يتحدث هاموند عن صعوبة الاتفاق وأن إمكانيات التأجيل واردة ما هو الأقرب إلى الواقع هل المؤشرات تصير حيال التوصل إلى اتفاق أم لا نعم المؤشرات تشير إلى احتمال التوصل إلى اتفاق محدود لكن هذا الاتفاق سيتم الإعلان عنه وأيضا مع مد مدة التفاوض ومع التركيز على أن إيران يجب أن تقوم فعلا بإجراءات تمنعها من امتلاك سلاح نووي إيران راغبة في أن تستعيد أموالها هناك المليارات من الدولارات أرصد إيرانية مجمدة في البنوك إيران تريد تلك الأموال فمن المتوقع فلن أن يكون هناك إعلان باتفاق محدود مع تمديد مدة المفاوضات مع مطالب إيرانية بحصولها على أموالها وربما أيضا تقدم إيران تنازلات محدودة بأن توقف تقصيب الإيرانيوم لفترة والمفاوضات ستستأنف فهو الأمر مثل سباق التتابع مرحلة ما يتم عبرها ثم تبدأ مرحلة أخرى فهو طريق شاق من التفاوض لكن سيكون هناك إعلان عن اتفاق ما قبل نهاية هذا العام سيد نجاح أيام قليلة تفصلنا عن الجولة النهائية للمفاوضات مع إيران برأيك ما الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق حتى الآن في هذا الشأن؟ ما الذي تريده إيران؟ أنا أعتقد الذي يعرقل التوصل إلى الاتفاق هو الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو راغبة جدا في التوصل إلى الاتفاق لكنها تفتقر إلى الإغادة السياسية يعني الرئيس أوباما يريد أن يصل إلى الاتفاق مع الإيرانيين لكنه في نفس الوقت يخشى من الكونغرس عليه أن يحدد موقفه من إيران وهذا ما يريده الإيرانيون الورانيون يقولون يجب رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تعليق تخصيب الورانيون وحل المشاكل ونقاط الخلاف الأخرى فيما يتعلق بالبرنامج نوو الإيراني لكن الإدارة الأمريكية الوفد الأمريكي الذي يفاوض في هذه المفاوضات في فينة وقبل ذلك في جينيف وقبل ذلك في مسقط وحتى في العراق وفي تركيا المفاوضات التي جرت على مدى السنين الطويلة الماضية الأمريكيون يعللون بأن الكونغرس يضغط علينا وهو يرفض التوصل إلى اتفاق نهائي في المقابل الإيرانيون يقولون بدلا من ذلك يجب أن نفاوض الكونغرس أنا أعتقد أنا شخصيا كمتابع للملف النووي الإيراني منذ فترة طويلة أنا أعتقد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق نهائي وحاسم نعم وأن الولايات المتحدة هي التي تماطل بذلك دعنا إذن نأخذ رأيي دكتور نبيل دكتور نبيل هل تتفق مع ما ذكر وسيد نجاح في أن الولايات المتحدة هي السبب في تأخير التوصل إلى اتفاق مع إيران بمماطلتها وعدم وجود استراتيجية واضحة فيما يتعلق بهذه المفاوضات الأمور منقسمة داخل واشنطن هناك مثلا عدد من الكبار رجال الدولة زي سبيجنو بيجينيسكي مستشار الأمن القوم السابق لرئيس كارتر الذي يعتقد أن اتفاق مع إيران أمر ضروري وسيفتح إيران مرة أخرى ويجعلها تتوجه نحو العالم هناك الكونغرس الذي يريد فرض عقوبات إضافية على إيران قبل يناير من عام 2015 بحيث أن إيران تتعرض ضغوط أكثر من أجل تقديم تنازلات أكثر هناك إدارة أوباما الحائرة ما ستفعله لكن أعتقد أن أوباما سيعلن عن اتفاق مع إيران وسيكون اتفاق مؤقت وسيتم الإفراج عن العديد من الأموال تريدها إيران ربما ترفض إيران أن تكون الأموال قليلة لأن فعلا العامل المالي والاقتصادي هام جدا في المفاوضات الدائرة حاليا المشكلة أيضا أن أوروبا حتى الآن لم تحدد أي موقف يؤيد إجماعها مع أمريكا بخصوص النووي الإيراني العام الماضي لورون فابيوس وزير الخارجية اعترض على الاتفاق الآن نسمع أن فليب هاموند وزير الخارجية البريطاني هو الذي يوضح شكوكه فهل هناك إجماع ما بين أمريكا وأوروبا أعتقد أن هناك إجماع ما وزي ما ذكر تقرير محطة الغد العربي أن الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بتقديم مبادرة فمعناها وجود بعض الإجماع ما بين الأوروبيين وبعضهم وهذا أمر ترحب به في واشنطن لكن أعتقد أن أوباما سيتحرك قبل أن يفرض الكونجرس عقوبات إضافية لذلك أنا ما زلت أصر أن هناك اتفاق محدود سيتم الإعلان عنه سيد نجاح هل تعتقد أن تكون منطقة الشرق الأوسط مادة دسمة للمقايدة هل هي ربما تدخل ضمن أسباب التأخر لتواصل الاتفاق نهائي بين الدول الست وأيضا إيران هذا بالتأكيد لأنه أنت تعلمين الموضوعات الخلافة الرئيسية يجري الحديث عنها منذ فترة طويلة وهي خمس أربع نقاط يعني باجتماع واحد يمكن أن يحلوها المفاعل أراك للماء الثقيل منشأة فردو مسألة الصواريخ الباليستية على فكرة أيضا يعني إيران ترفض إدراج مسألة الصواريخ الباليستية في هذه المحادثات بالإضافة إلى نسبة التخصيب وحجم تخصيب اليورانيوم ومسألة العقوبات هذه الموضوعات تم التباحث بشأنها وتم الاتفاق في إطار عام حولها حتى قيل اليوم أن أكثر من 60% من مسودة الاتفاق قد وضعت لكن وزير الخارجية الإيراني يقول أن هناك فراغات كثيرة يجب أن تملأ أنا أعتقد أن الموضوع السياسي يضغى كثيرا على الموضوع التقني الإيرانيون ربما أقول يخبئون مفاجأة في اللحظات الأخيرة وهي لتسهيل الطريق أمام الرئيس الأمريكي أوباما وأمام حتى الفرنسيين الفرنسيين يبدون الآن أيضا يضعون العراقيل أمام التوصل للاتفاق وهذا اليوم السفير الإيراني في باريس علي آهني كتب مقالا في الليبراسيون وهي قريبة من الحزب الاشتراكي مقالا ذو أهمية كبيرة ذكر الفرنسيين قال لهم بأن الملف النووي الإيراني سيطوع لكنكم في النهاية ستخسرون عليكم أن تبدوا مرونة في التعامل مع الملف النووي الإيراني فرنسا كانت تبادل إيران تجاريا بستة مليار يورو الآن تبادل إيران بخمسمائة مليون يورو وبينما الألمان ولا زالت العقوبات سارية على إيران أكثر من ستة ملايين يورو في السنة تتبادل تجاريا مع إيران من الذي سيخسر؟ الذي سيخسر الفرنسيون وهناك ضغوط إقليمية من دول ما تريد من فرنسا أن تعرقل هذا الاتفاق اليوم الإيرانيون وجهوا هذه الرسالة الواضحة والصريحة على لسان السفير الإيراني في باريس بأن فرنسا عليها أن تكون إيجابية وكما ذكر الزمين في واشنطن لا نعتقد في اللحظات الأخيرة ربما سنشهد اتفاق بل حتى ربما سنشهد الاتفاق الشامل يعني هذا غير مستبعد لكن أبقى وأقول أن الإرادة السياسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يجب أن تكون الحاسمة ويجب أن يظهر الرئيس الأمريكي باراك أوباما شجاعة أمام الكونغرس أما أن ينصع للكونغرس وتظل هذه العملية يعني عملية المساومة وكل يوم هو في شأن كما ذكر القرآن والخاسر هو الغرب إيران سابقا كانت تملك عدد محدود من أجهزة الطرد المركزي الآن إيران تتحدث عن أجهزة الطرد المركزي كثيرة يعني كانت تملك خمسمائة الآن تملك أكثر من تسعة آلاف طيب أعود لدكتور نبيل دكتور نبيل يعني الاتفاق المنتظر مع إيران هل يمكن أن يتضمن حزمة تسوية واحدة لكل ملفات الشرق الأوسط أم سيشمل فقط ملفات معينة وتبقى ملفات أخرى معلقة لا سيركز فقط على الملف النووي الإيراني لكن يعني منطقيا سيساعد هذا الاتفاق على إقامة تفاهم ما بين أمريكا وإيران حول موضوعات همة وبالذات الحرب الأهلية في سوريا والموقف في العراق فأعتقد أن أمريكا ستحاول أن يكون الاتفاق قوة دافعة مومنتم تساهم تلك المفاوضات النجاحة إن شاء الله في دعم العراق وفي محاربة داعش وأيضا في وقف الحرب الأهلية في سوريا نظرا لعلاقة إيران مع نظام بشار الأسد هذا ما تستطيع أمريكا استثماره من إقامة اتفاق حول النووي الإيراني وحيدخل طبعا جولة أخرى ومنطق جديد خالص منه المفاوضات عن النووي الإيراني طيب 12 عام من المفاوضات وإيران تعمل على قدم وساق لتطوير هذا البرنامج النووي كيف يمكن السيطرة على برنامجها النووي في هذه المرحلة المتقدمة وإيصالها للنقطة التي تريدها الغرب الأمر يتوقف على الإيرانيين يعني هل سيصرون على درجة معينة من تخصيب الإيرانيوم الأمر يتوقف على طبيعة الاتفاق الأمر أيضا يتوقف على تشغيل عدة مفاعلات نووية محل خلافات في المفاوضات الأمر يتوقف على قدرات إيران على تطوير أسلحة تستطيع بإمكانياتها الحصول على قنبلة نووية فالأمر هو يعني ما هو طموح إيران ما هو طبيعة القرار السياسي الذي سيتخذ في إيران وزارة الدفاع في إيران لا تستطيع اتخاذ قرار بمفرد أو بمعزل عن المرشد العام للصورة فالأمر سيتم على أعلى المستويات في إيران وقد يعكس فعلا تغيير استراتيجي في القيادة الحاكمة في إيران أهم حاجة أن واشنطن تفهم هذا ولا يوجد تجمد في المواقف وإصرار على فرض عقوبات إضافية على إيران لأن قد يؤدي هذا إلى عزلة إيران وإذا كانت إيران معزولة فأن تصرفاتها ستكون أكثر خطورة نعم أعود مجددا لسيد نجاح سيد نجاح من المعلوم أن إيران كانت دوما ما ترفض وجود أي تدخل أمريكي في العراق هل إرسال المزيد من الجنود والمستشارين العسكريين العراقيين مؤخرا إلى العراق هل ربما هذا يوحي بوصول الولايات المتحدة لا أتحدث عن مستشارين أمريكيين هل إرسال هؤلاء المستشارين ربما يوحي بوصول الولايات المتحدة مع إيران إلى طريق مسدود فيما يتعلق بهذه المفاوضات لا بالعكس أنا أعتقد الأمر مختلف في العراق هناك تعاون إيراني أمريكي غير مباشر يعني على الأقل من خلال الحكومة العراقية التي تعتبر هي حكومة قريبة من الإيرانيين يعني سواء الحكومة العراقية العبادي أو حتى في إقليم كردستان الأكراد هم أيضا حلفاء تقليديين للجانب الإيراني وهناك إقرار من الجانب العراقي سواء الرسمي وسواء الشعبي بإيجابية الدور الإيراني في العراق لصد داعش يعني حتى الرئيس العراقي فؤاد معصوم قال بأن لو لا إيران لتمكنت داعش من السيطرة على مدن أخرى إيران الحرس الثوري وقف إلى جانب الإيرانيين في العراقيين عفوا في صد داعش وحتى تمت حماية بغداد من السقوط وأربين من السقوط أنا أظن أن الخلاف الإيراني الأمريكي هو حول سوريا أكثر منه حول العراق حول العراق هناك توافق كثير بين الإيرانيين والأمريكيين وهذا كما ذكر الزميل من واشنطن هذا لن يؤثر على المفاوضات مباشرة يعني الاتفاق في فينة يجب أن يكون نوويا لكنه سيؤثر تأثيرا إيجابيا على حل الملفات الأخرى في سوريا أو في غيرها لكن في ملاحظة ذكر أن وزارة الدفاع وزارة الدفاع ليس لها علاقة على الإطلاق بالملف النووي الإيراني الملف النووي الإيراني هو الآن بيد المجلس الأعلى للأمن القومي وتحديدا بيد رئيسه وهو الرئيس حسن روحاني رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي وأوكل التفاوض في هذا المجال إلى وزارة الخارجية ولديها كل الصلاحيات المطلقة للتوقيع على اتفاق في أي لحظة مع الجانب الغربي يعني خمسة زائد واحد شكرا جزيلا لك سيد نجاح محمد علي ضيفي بالاستوديو الكاتب المتخصص بشأن الإيراني والشكر موصول الدكتور نبيل ميخائل أستاذ العلوم السياسية بواشنطن شكرا لكم ملفات متواصل من الغد العربي وتتابعونا فيه بعد الفاصل أردوغان وبوتفليقة يدعوان لعدم التدخل الخارجي في ليبيا ومجلس الأمن يدرج أنصار الشريعة بقائمة الإرهام أهلا بكم من جديد وإلى الملف الليبي حيث حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الولايات المتحدة وأوروبا على مساعدة الجيش الليبي في قتال المتشددين الإسلاميين من جهة أخرى أكد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد الحفيظ بوتفليقة رفضهما أي تدخل خارجي في الشأن الليبي وكان مجلس الأمن الدولي قد أدرج أمس جماعة أنصار الشريعة الليبية على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية بسبب ارتباطها بتنظيم القاعدة تعزيز العلاقات الاقتصادية التركية الجزائرية كان العنوان العريض لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر وتحت هذا العنوان كانت هناك عنوين فرعية أخرى أهمها الوضع الأمني في ليبيا ووفق أردوغان فإن الأزمات التي تعيشها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يمكن حلها بحلول مستوردة من الخارج كلام أردوغان هذا جاء خلال لقاء جمعه بنظره الجزائري عبد العزيز بتفليقة اتفق خلاله على رفض أي تدخل خارجي في ليبيا والعنف الذي يشتاح ليبيا كان الحديث بشأنه حاضرا أيضا في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي تمخضت عن قرار يدرج بموجبه تنظيم أنصار الشريعة الإسلامية المتشدد ضمن القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية ووفق مجلس الأمن فإن هذا التنظيم مرتبط بتنظيم القاعدة ومتورط في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي قبل عامين العقوبة المفروضة على هذا التنظيم شملت أيضا تجميدا لكل أمواله وحضرا دوليا على سفر عناصره مع التأكيد على عدم حصوله على السلاح وذلك وفقا للبند السابع من مثاق الأمم المتحدة وقبل أن يدرج تنظيم أنصار الشريعة على لائحة الإرهاب الدولية كانت الولايات المتحدة والسلطات الليبية قد صنفته كتنظيم إرهابي وكذلك أدرجته دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أيام مع تنظيمات إسلامية متشددة أخرى في ليبيا على لائحة المنظمات الإرهابية وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة نائب رئيس المجلس الانتقالي لليبيا السابق سيد عبد الحفيظ غوقة أهلا بك سيد عبد الحفيظ وفي الستوديو أيضا أرحب بالباحث والأكاديم الليبيا دكتور صالح المبروك أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ من القاهرة سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ يعني إدراج أنصار الشريعة تحت قائمة الإرهاب والمنظمات الإرهابية إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذه العقوبات على تحجيم هذه الجماعة في ليبيا طبعا من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى حصار هذه الجماعة والتضيق عليها والحد من أنشطتها وهذا القرار طبعا كما ذكر التقرير سبقه قرار من البرلمان الليبي باعتبار هذه المنظمة جماعة إرهابية نظرا لما قامت به من أعمال وحشية وإجرامية في حق أبناء الشعب الليبي وفي حق المؤسسات الدولة الليبية في أعقاب ثورة 17 فبراير على مدى ثلاث أعوام لم تعرف هذه الجماعة نعتذر عن رداءة الصوت سنعود إليك مجددا ولكن دعني أسمع رأيي لدكتور صالح يعني برأيك دكتور صالح هل سيسهم إدراج هذه الجماعة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية في تحجيم حركتها وتغيير ربما معادلة المعركة والقضاء عليهم نهائيا خاصة أنهم يتجمعون الآن في مدينة بنغازي طبعا من ناحية المعنوية سيؤثر نفسيا على التنظيم الذي يسمى بأنصار الشريعة لكن من ناحية الفعلية هم سيتمحوروا مع القرار هذا وحيعملوا تنظيمات أخرى بأسماء جديدة مثل ما تنظيم القاعدة وبعدين داعش وكل يوم يطلع تنظيم جديد من الإرهابيين ولهذا يعتقد أنه يجب يتم تصنيف كل المجموعات المضطرفة في ليبيا كمجموعات إرهابية لكن إن كنت تصنيف مجموعة واحدة أنا أعتقد أنهم عندهم أسناء محددة من قاعدة المجموعة هذه هذا التنظيم بينهم سيضعوهم في قوائم منع السفر وقوائم الإرهاب وتجميد الأرصدة لكن هناك مئات الآن من غير الليبيين في ليبيا ينضموا تحت مجموعات إرهابية أخرى في المنطقة الغربية وفي بنغازي وهنا السؤال لماذا هناك العديد من التنظيمات أيضا التي باعت تنظيم داعش ومنها مجموعات متشددة إسلامية في درنة وفي بنغازي لماذا ما الذي ينتظر المجتمع الدولي حتى يضع باقية هذه الجماعات ضمن قائمة الإرهاب وهذا سؤال يطرحه الليبيون كلهم يعني أن المجتمع الدولي لحد الآن غير جاد في اتخاذ قرارات جوهرية لحل المشكلة الليبية وأن هناك انتقائية ومازال يعني مش حاسب المجتمع الدولي موقفة يعني أحيانا يتعامل مع القوة اللي على الأرض على الرغم منها هي قوة إرهابية في المنطقة الغربية مجموعات كلها إرهابية في المنطقة الغربية الآن سيطرة على الترابلس ومصراتها والجنوب لكن ليست مصنفة بأنها تنظيمات إرهابية يعني ما زال فيها في خلل في المجتمع الدولي في انقسام بمعنى آخر هناك انقسام في المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الليبية ومع التنظيمات الإرهابية في ليبيا طيب وهنا أعود لسيد عبد الحفيظ من القاهرة سيد عبد الحفيظ هل تعتقد أنه من الممكن أيضا إدراج جماعات أخرى من الجماعات الإسلامية المتشددة المتواجدة في ليبيا ضمن قائمة الإرهاب وهل يمكن أيضا أن تطال هذه العقوبات أي جهات أخرى ربما إقليمية تحاول دعم هذه الجماعات طبيعي هو بشكل أساسي نحن لدينا كثير من الجماعات المسلحة إذا صح التعبير ولكن من مارس طيلة الأعوام الماضية أعمال القتل وأعمال الترويع وأعمال استهداف المؤسسة الأمنية والعسكرية والقضائية ورجال هذه المؤسسة في ليبيا بالقتل هم أعضاء هذا التنظيم الآن تم التحالف بين أكثر من تنظيم مسلح تحت مسمى واحد ويضم أنصار الشراء إذن هذه التنظيمات هي بالمحصلة تنظيمات إرهابية وتم تصنيفها الآن بشكل واضح بعد أن صنفها البرلمان الليبي وجاء هذا القرار متأخرا كان يجب أن يتم منذ ما يزيد عن العامين في فترة المؤتمر الوطني ولكنه لم يفعل بل دعم هذه الجماعات وعمل على تقويتها بالسلاح وبالمال على مدى سنتين كاملتين هذه هي الإشكالية الآن من شأن هذا الإدراج من قبل المجتمع الدولي وتحديد المجلس الأمل أن يؤدي إلى تحجيم هذه الجماعة والتضييق عليها وحصارها ومنع قادتها واعتقالهم إذا ما سنحت الفرصة لأنه باعتبار أنه لا يستطيع أحد منهم الآن أن يتحرك كما كان يفعل أعضاء هذه الجماعة في السابق إذن هذا القرار مهم ويأتي تماهيا مع الإرادة الليبية في تصنيف هذه الجماعة فعلا كجماعة إرهابية لم تمارس إلا أعمال الإرهاب والقتل والترويع للليبيين والمدنيين طيلة الأعوام الماضية سيد عبد الحافظ هذه الجماعة جماعة أنصار الشريعة كانت من الجماعات الرافضة لإجراء حوار مع السلطات الشرعية في ليبيا إلى أي مدى إقصائها يمكن أن يسهم ويساعد في إعادة وإنجاح الحوار مع الأطراف الليبية الأخرى التي دعا إليها مجلس الأمن لا لا طبعا هذه الجماعة لا حوار على الإطلاق مع هذه الجماعة باعتبارها هي لا تؤمن بفكرة الدولة هي تتبنى فقط العنف والسلاح في عقيدتها وفي إدولوجيتها هي لا تؤمن بالدولة وصدر عنها العديد من البيانات التي تؤكد بأنها لا تؤمن بالدولة وبالديمقراطية وهذه كلها كفر وبالتالي هي تخرج عن إرادة الليبين وإجمع الليبين وبالتالي لا مجال الحوار معها الحوار فقط يكون مع من ينبض العنف وينبض الاحتكام إلى السلاح وخصف العمل السياسية هذا ما يمكن أن يجمعنا على طاولة الحوار أما هذه الجماعات وغيرها من الجماعات التي تسمي نفسها بمسميات مختلفة وتتبنى إيديولوجيات وتنظيمات دولية في الخارج فهذه لا حوار معها للطاق والسبيل الوحيد هو القضاء عليها لأنها هذه تهديد حقيقي لمفهوم الدولة وللعاملية السلمية الديمقراطية برمتها التي بدأت في ليبيا هذه هي التي يجب أن تكون واضحة بالنسبة لهذه الجماعة طيب ما رأيك دكتور صالح ياني هل تعتقد أن إقصائهم ربما يسهل من عمليات الحوار التي يسعى إليها وإلى جمع الأطراف الأخرى التي كانت أيضا من ضمنها أنصار الشريعة والتي كانت رافضة لإجراء حوار مع السلطات الليبية هل سيسهم إقصائها في تسهيل الحوار مع الأطراف الليبية الأخرى أعتقد بأنه لكن ليست هذه المجموعة واحدة هناك مجموعات أخرى مضطرفة في المنطقة الغربية وفي الجنوب ومزالت في درنا يعني منتشرين في جميع الحاليبية والمشكلة لنا كثير منها غير ليبيين وجاين من دول أخرى آسيوية وعربية وإفريقية يجب أن يتم تصنيف كل المجموعات الإرهابية في ليبيا يتم تحديدها وتصنيفها كمجموعات إرهابية وتبعد على العمل السياسي ثم الليبيين ممكن يجروا حوار ومصالحة بمساعدة إقليمية ومساعدة دولية لكن مداما قاعد المجموعات الإرهابية هذه اللي لا تؤمن بقيام الدولة مثل ما تحدث ضيفنا الكريم من القايرة أنا لا أعتقد بأن هذا ما سيسمحوا بي لأن هذا ما يعتبدوا على استخدام العنف وعلى نهج التوحش يعني عشان يحكموا بالقوة طيب السيسي اليوم كان قد وجه دعوة للغرب والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على قتال المتشددين الإسلاميين المتواجدين في ليبيا هل سيستجيب أو ستستجيب الغرب هل سيستجيب الغرب لهذه الدعوة برأيك أنا قلت في بداية أن فيها عمود في الموقف الدولي الموقف الأوروبي الآن يدعم في مكفحة الإرهاب في ليبيا ومعها حل سياسي سلمي ويدعم في البرلمان في طبرق ومعها أن ليبيا تأخذ طريق جديد لنحو السلم الاجتماعي والوفاق لكن الولايات المتحدة مازال فيها تيار قوي يدعم في فجر ليبيا في المنطقة الغربية وهناك دعم أقليمي أيضا يعني مصر تدعم في البرلمان وتركيا تدعم في فجر ليبيا يعني هناك قسام أقليمي وهناك قسام دولي حول كيف يجب أن تحل المشكلة الليبية طيب أعود مجددا إلى القاهرة سيد عبد الحفيظ يعني اليوم أردوغان ونظيره الجزائري أكدوا رفضهما لأي تدخل خارجي في ليبيا وهناك كان اتهامات بالسابق لأردوغان تحديدا بأنه سهل العديد من العمليات في دخول المقاتلين إلى ليبيا والقتال هناك وتأجيش الوضع الأمني هناك عماذا يتحدث تحديدا أردوغان الحقيقة المواقف الرئيس التركي كانت متباينة خلال الفترة الأخيرة من توراة الربيع العربي بشكل عام رأينا تذبذبه فيما يتعلق بمصر ثم اعتذار الخارجية التركية عن تصريحات نصبت لأردوغان بان تولي رئاسة الوزراء عندما انتقد فيها الرئاسة في مصر وكذلك مؤسسة الأزهر ثم تراجعوا عن هذه التصريحات كذلك الأمر تدخل في الشأن الليبي عندما انتقد عقد مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق وهذا لا شأن للدول الخارجية بهذا الأمر هذه من أعمال السيادة التي تشكل انتهاك للعلاقات الدولية وللتعاون الدولي هذه مسألة لكن الدعوة إلى التدخل الخارجي أعتقد أن الدول الجوار في اجتماحها في أغسطس الماضي في القاهرة وكذلك القرار 21-74 الصادر عن مجلس الأمن جميعها تدعو إلى حل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا عن طريق طاولة الحوار ولا أحد يمانع في ذلك ولا أحد يدعو أيضا إلى التدخل في الشأن الليبي لأنه من شأن أن يفاقم الأوضاع ولكن نحن ندعو إلى دعم مؤسسات الشرعية دعم المؤسسة العسكرية بإعادة تأييلة وبناء حتى تتمكن من فرض القانون وبسط الأمن الذي لم تعرفه ليبيا منذ اندلاع الثورة إلى يومنا هذا ما ندعو إليه التدخل الإيجابي عن طريق دول الجوار عن طريق تحسين العلاقات وتقوية الأواصر التعاون عن طريق ضبط الحدود بين الدول المختلفة أعتقد اجتماع الدول الحوار كان مهم جدا وهو ما صب في الإرادة الدولية في القرار الصادع عن المجل الأمن وهذا ما يساعد الحالة الليبية ولن يساعد الأمر تدخل قوات في الشأن الليبي هذا ما أعتقد يشير إليه زعماء وقادة العالم والمجتمع الدولي وما خرج من تصريحات في اجتماع الجزائر المؤخر دكتور سالح كان هناك بالسابق العديد الاتهامات التي وجهت لمصر بتعاونها أو تواطؤها في عمليات قصف ضد جماعات الإسلامية المتشددة في ليبيا واليوم السيسي نفى وبالسابق أيضا نفى أي ضلوع مصر بأي عمليات من هذا النوع ونفى أيضا مشاركة القوات المصرية في أي دعم دعم وقتال مع الجيش الليبي بريا من المستفيد برأيك من طورية مصر في هذا الصراع مصر متعرض لحملة منذ قدوم السيسي واسقاط الأخوال المسلمين في مصر متعرض لحملة قوية جدا من قود فاها تروكيا ودول أخرى في المنطقة واعتقد أن من حق مصر والجزائر أن يكون عندهم أولوية في الأمن القومي الليبي لأن من المنطقة الشرقية خاصة تتأثر على الأمن القومي المصري بأي حق أردوغان يتدخل في ليبيا ولا يتدخل السيسي في ليبيا يعني ليبيا جزء من محادة لمصر وتمس أمنها القومي وتمس الجزائر ولهذا نعتقد بأن الحملة ضد مصر المقصود بها هو تهميش القوة التي تحاول أن تدعم الجيش الليبي وتدعم الشرعية الليبية تدعم البرلمان الليبي عشان ليبيا تخرج من هذا النفق وعشان يستفردوهم بليبيا لأن ليبيا في التنسلات الماضية كلها كان يستفرد بها قوة ليس لها علاقة بالمنطقة أصلا يعني دول ليس تقريبا من ليبيا بعيدة جدا عن ليبيا وتدخل في ليبيا سواء الدول الغربية أو الدول مثل تركيا أما الهجوم على السيسي وعلى مصر هو محاولة ليحرم البرلمان واللي هو شرعي الآن في ليبيا في طبرق يحرموه من أي دعم إقليمي أو دولي ولهذا نعتقد رسالة الرئيس المصري مهمة جدا اليوم أنه يحط الأوروبيين والمريكان على دعم الشرعية في ليبيا وعيبوا كفاة الإرهاب ونعتقد أن هذا نفسه موقف الجزائر وأعتقد أن تركيا سيكون لها رأي مسموع في هذا الموضوع لأنها ليست محايدة في الصلاة الليبي شكرا جزيلا لك الدكتور صالح مبروك الباحث والأكاديمي الليبي ضيفي بالستوديو والشكر موصول أيضا لسيد عبد الحفيظ غوقة رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق من القاهرة شكرا لكم إلى العنوين أغلو يؤكد من بغداد استعداد تركيا للمساعدة في الحرب ضد داعش الاتحاد الأوروبي يدعو طهران لاتخاذ قرار استراتيجي يسهل التوصل لاتفاق تاريخي بشأن برنامجها النووي أردوغان وابوتفليقة يدعوان لعدم التدخل الخارجي في ليبيا ومجلس الأمن يدرج عنصار الشريعة بقائمة الإرهاب أشكر لكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء